خيري في الصهور والبهجة نجتمع اليوم في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب في النشاط الثقافي لمعرض الظاهرة الثامن في دورته الخامسة والتبسون والحقيقة النهاردة ندوى بالفصوص من الموضوعات الهامة جدا وهي بعنوان الصناعات الثقافية والتنمية المجتدانة طبعاً موضوع هذا من الموضوعات الحيوية لأنه ليس فقط لأن الصناعات الثقافية أصبحت ركن مهمة من الاقتصاديات المعصرة ولا لكونها تساعد على توليد دخل وخلق فرص عمل جديدة بل أصبحت عنصة مهمة جداً وحيوية في التنمية المستدامة والخروج من النمطية التي يتجه إليها العالم من خلال حفظ التنوع الثقافي والصناعات الثقافية كما حضركم تعلمون هي تشمل السينما والموسيقى والأدب والثنون المرئية والألعاب الدكترونية والطلاث الثقافي وغيرها من أشكال التعبرية التي تستند إلى الإبداع والتي تعكس الموية الثقافية للمجتمعات حيث معنا النهاردة أساتيزة المتخصصين الأستاذة الدكتورة ميربت أبو عوف أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة أمريكية والخبيرة الإعلامية في تشريعات وستراتيجيات الإعلام وعقب لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة أهلاً بحضر الدكتور طارق صالح أستاذ بالقليد الفنوم التطبيقية جامعة حلوان وعقب لجنة القراص الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة والحيث له تجالب تطبيقية مدمنة أن هذا نسمع عنها متعارضها أستاذ الدكتور أحمد عثمان أقراض الإقتصاد السياسي وقليل الإقتصاد والعبون السياسية في جامعة القاهرة وعقب لجنة الإقتصاد والعبون السياسية في المجلس الأعلى للثقافة الدكتور عبدالله محمد مولدين مدير الملكية الفترية في الشركة الألينس للمحامد الألينس للمحامد والاستشارات القانونية وعقب لجنة الملكية الفترية أهلاً بتحضراتكم وأهلاً بحضراتكم الحضور الكريم نبدأ مع الدكتور أميرفة أبو عوف في الضرب شكراً للمشتابة أميري أميري شكراً للمشتابة أميري شكراً للمشتابة أميري وأنا شرق عظيم أن الحقيقة بمتاح لي الفرصة أن أتكلم في شيء مهمي تنبيد أنه هو تبع الثقافة والشيء اللي أنا عايزة أدول عنه هماي الثقافة من ناحية الاستدامة لأنه نحن نتكلم على الصقافة ونرجع فوراً على استراتيجيات عشرين تلاتين أو أهدافها ومن أهم الأهداف اللي هي مناورة أو مرتبطة بالصقافة هو الاستراتيجية من السبعتاشر يعني أهداف هي الهدف الرابع وهو التعليم لأنه نتكلم على التعليم الحقيقة لأنه نهتم جداً جداً بتعليم صفحة عام كلنا متابيع التعليم إنما الشيء الأساسي حالياً لاستدامة الثقافة وللاهتمام بالثقافة هو كل ما هو يحتوي على التفقيف مش بس من خلال التعليم يعني إيه تفقيف؟ يعني نرجع تاني يكون فيه قراءة وابتدي نناقش بشكل مختلف من أول الابتدائية لحد الأعدادية لفتر السنوية يبتدي نقرأ ونستوع بقراءة وابتدي دي كل واحد يقوم يتنظر المصرح يرجع الرسم الحصص اللي هي اللي هي جد فعلاً بتثقف هو موحش بس بتثقف بتعليم الكلام زي الأكاديميين يعني إحنا محتاجين التعليم بالنحية الأكاديمية والنحية المهنية والنحية الثقافية والحقيقة دي ما بقاش متاح لأنه بقى فيه هموم شديدة جداً على الأهالي من نحلة إنهم عايزين أولادهم ينجحوا في الناحية الأكاديمية مش متخايدين أهمية الناحية الثقافية اللي هي بتجعل الجديدة نرجع تاني طبعتنا اللي هي طبيعة تحتوي الآخر نبتدي نفقى نحاول عندما نقدر نستفيد ونفيد الآخرين فالتعليم هنا شيء مهم جداً من الناحية الفانية لما بنتكلم بقى على أهم عناصر الانتقافة من كل النواحبة الاقتصادية والاجتماعية وحتى الدينية والمرحالية كمان التقنية وهو السينما السينما أسهل طريقة نحضر بها نوصل للكمهور نوصل للمتلقي من غير ما يبقى فيها الحاسيزيات لو أنا بدي رسائل موجهة خصوصاً الجيل الجديد لأن الجيل الجديد هو المعلومة مكتاحة دي إنه ما عندوش مش مستوعب الفرق بين العلم والمعرفة مش مستوعب ما بين العلم الأكاديمي والثقافة يعني إيه تبقى في كابسه من ناحية مش بس يبقى المعلومة دين عايزة دلوقتي فقدر أروح لها فبقى في حتمية إن أنا أوصل المعلومة بشكل خصوصاً في المشاكل المثيرة بالجدر بشكل مطلقي أنت أقبل ما فيش أكتر من الفان يانا كان فيه قضايا طبعاً يعني أعرف جديد قضايا حلتها الأفلام حلتها هناك هناك زي فارس حلت مشاكل كتيرة جداً جداً في الفجرة غير الشرعية فالحياة فيها بسنة كتير جداً 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 وبأهم فروع السنة من يمكن أبقى هتكلم فيها بإضافة أكتر المهرانرات وكل التفاجيات التفاجيات الثقافية اللي فيها طبعاً نظرة الثقافة مشهورة بس كمان عايزين نحتمي بها بشكل أفضل المهرانات دي تبقى زي ما تقول نافذة على أن أنت بتبص على ثقافات أخرى بتحاول تأخذ منه اللي أنت شايف أنه متاح ديك أنك تفعله في المجتمعك وتحاول قد ماضيك زي ما تناقش مش تمنع تناقش اللي بحي المتاحة فدي قصة قويلة جداً 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 بس الاستدامة هنا أن أنا مش بس باهتم بما هو متاح دلوقتي وبحاول أحافظ عليه في الجيل ده لأ أنا بحاول أن دي مقدر بحافظ عليه للأجيال القادمة مش حتى الأجيال حضرتهم اللي هو حاليك برضو المتحافظين المستقلية معانا بس الأجيال اللي لسه معهم مش حتى أتخيل زمانهم يدعون شكراً مزيلاً تقول جداً بحياناً بمعاول على الإعلام يعني على الإعلام وعلى المخصصين في الترويج لهذه السماعات ونأمل في تعاون ممكن لما نفتح هذا النقاش لنتحدث أكثر عن الإمكانيات اللي ممكن كذلك الإعلام وفي يعني في زيادة الوعي بأهمية الصناعات الثقافية المظورة الحقيقة الصناعات الثقافية مبهودة وتنفك ولكن الاستفادة منها والتعزيم العالم منها ده بيتطلب تجارب ويتطلب عمل تقود من أجل بيصالها إلى أن تكون يعني مزق مهم في التكون الاقتصادي لأي مجتمع نستمع نستمع إلى تجربة من التجارب الراقبة في الاستفادة بين الصناعات الافتداعية ومحاولة تدركها في التصوات والإنساط للمسر أهلا 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 ما فيديك أهلا طيب أعتقد إنهم تم سماعين أهلا أهلا طبعا النهاردة أهلا معدوها من المواضيع المهمة جدا 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 اللي إحنا متمين لها من فترة وأقود في نجلة التراث غير المنج في الوزارة الصقافة لا أثنى من نادي الدولة إلى طاقة بيحقق بعض الأمل والحال لأن نظراً بعض الهؤوني كعليم دعاتكم فيهم في جامعة من الجامعات الخاصة كان عندي تجربة من التجربة اللي احنا كنا طبعاً بتتطلع لها من زمان من فترة فكان هي تجربة مفيدة السنة دي مع مشاريع مصر وأنا مؤمن بالمالتي ديسبلين وتقاطع العلوم وتقاطع التخصصات لأن من غير تقاطع التخصصات لأعتقد أن هي بعدنا صعوبة جداً في أن احنا نقدم منتجات قابلة لأنها تتداول على المستوى الدولي النهاردة يعني لما جنون تقاطع التخصصات وتدخلها يعني عندنا تجربة جانية هلميلي جداً احنا كنا نشوفها على الاسكرين وعندنا ستة خمسين شريحة لأنك من أسف الشديد الذي السيستم فيه حاجة لكن انا عموماً هاوليكوا تجربة بتاعتنا مع مشاريع مصر احنا كان عندنا تجربة في أن احنا نبتجي نتبنى حد من المتجين الكرافت في الهاليوبية في ميت كنينة كحنينة ونزلنا والطلبة والتكاترة وإحنا كنا نزلها مشتغلنا مع الكرافت ميكر ده وهو الراجل يعني سعيد جداً من التجربة احنا نجحنا ان احنا ننتج منتجات دي ده من الخامة كانت موجودة من خده اللي هي خارج خامة حطب الخامة حطب الخامة ده هي خامة بتاني بيها التصوار والشادلس والحاجات في بعض اللي هي القرص يحية وكده لكن لن يتطلب أبداً ان احنا ننتج منها منتجين اللي حصلنا احنا دلناها ست من منتجات قابلة للتصدير اعتقد ان هم اعتبروا بإضافة للاقتصاد القامي المصري لانه اقول ست منتجات بيتربق بين محيديات اضافة والتصدير والتصدير واكتر من المنتج طبعاً انه لما بتكلم على الأجهات دي كانت واضحة قدامنا على الشاشة كانت تبقى أكتر تعبير عن الكلام ده هو لكن اعتقد ان احنا شغلنا كان على المتاريالز نفسها للخامة نفسها مع صانعين او المتعملين مع الخامة دي احد المتعملين منهم ونجحنا ان احنا نبتدي نشتغل على انتاج منتجات جديدة تماماً على هذا النوع من الخامة وده اه قتاح الفرصة لان احنا دواتي مع مشاريع مصر عملنا برموتين كمان وعملنا ماركتينج سيستم وعملنا يعني كل ما هو خاص وبراندي للكلام ده هو ده لانه دل بيتمصنا هو دل بيتمصنا العشان نصدر صناعاتنا الثقافية لازم صناعاتنا الثقافية ده اكون بشكل ده يتوافق مع المتطلبات الدولية عموماً اه وتوافق ما كلام ده مع منتجات الدولية ما ينفعش لنا أحط بروتكس وأنا كنت انهارت من المعارب في لاس فيجيس وعديت على الجناع المصري بشكل سريع جداً ومتطلب من الشغل اللي كان موكول مش أطو بتاع المنتجات التانية فأنا كنت غير جداً على إن إحنا إزاي إحنا نقدر نطلع بالمنتجات بتاعتنا بشكل لطف يليق بمصر ويليق بتحويل المنتج الثقافي المصري إلى منتج الانتصادي يسلم في العائد القاومي بتاع مصر طبعاً في تجارب كتير أنا شفتها شفت المغرب عندهم تجربة أكثر من الرائدة في موضوع الكرافتو كده وهو من أحد أهم المصادر الدخل القاومي في المدرب دلوقتي هي المنتجات الحرف اليدوية المغربية وفي دور كبير جداً بتلعبه المكاتب التجارية للسفارات المغرب في الدول الأوروبية عموماً وألمانيا بشكل خاص ناس إزاي بتعمل عن عملية مصر التجارية السوق ده طالب سوق ده عايز إيه وكده بيرجعوا بيرميون تغذية عبسية نفس اللي كانت بتعمله السيل زمان لما كانت بتعمل وبتنزل وبتاخد الحاجة في المغربة برضو قدروا أنهم يعملوا الكلام دول وفي سبوط وأطوله قدروا أنهم يتحركوا ويتحركوا الانتجاه بتاعهم الانتجاه. اعتقد ان احنا لازم ان احنا نمص بالانتجاه دول. اه ان التعدد وتداقل التخصصات مهمة جدا. لان احنا مثلا لان نتعامل مع المنتجات زي حصل بحضب النا. ركزنا على انها زي ان تبقى ايكو فرندلي عشان تبقى قبلة للتصدير للدول الاخرى وكده. بتتوافق مع المعايير الاوروبية والدولية في التعامل مع المنتجات. اه بشكركم جدا. وبشكر المنصة طبعا. بشكركم اه محمد احمد مرسي. ابن بستاذي الغالي. بستاذ بكثور احمد مرسي. رحمة الله عزيزي. جزيل جزيل الشكر. ببقى حقيقة التجارب دي مهمة لان اه هي اللي اللي اتمهد دي الوصول الى اكبر مساحة ممكنة وامكانية دمج هذا المنتج الثقافي ومحتوى الثقافي اللي ضروري ان احنا يبقى عندنا ريادة فيه. وانا بقى كانت بقى هنا يعني تأكيدا على كلام بستاذة القرطارة ان التخصصات او تفاعل التخصصات مهمة لان انا 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 تخصوصي حدوم سياسي. فانا مركز على دورة ان البصمة الهوية المصرية وعهبية تكون موجودة وممثلة في مثل هذه المنتجات اللي دي شخصية او شخصيتنا اللي لازم تكون مشتركة يعني في نظام علاني وليس نظام عولاني يعني فيه التعددية وفيه التنوع وفيه مساحة لنقدر نعبر عن منتجنا السقافي او تعبر من خلال هذا المنتج عن شخصيتنا وعن خصوصينا. طبعا ده كله بيتطلب حماية. بدون حماية وبدون تسجيل لهذه العناصر وحقيقة رضاة الصقافة والبجال المتخصصة قامت بدور كبير وكامعيات الأهلية أيضاً قامت بدور كبير في تسجيل بعض العناصر ولكن هل هذا فيه أم يجب العمل أكثر وأكثر من أجل حماية هذه المنتجات وحفاظ عليها مع دكتور عبدالله محمد يعني ما يريد حرفك تهلمنا عن هذه المسجدية تحديدنا سأغفر على الرقم سعيد جداً لنا وقلنا على الرقم مع سافتنا وقارب على مرصة واحدة شيء سايدنا وشرفنا والحقيقة المسألة المتعلقة بالصناعات الخطافية والتأمير مستدامة وهو موضوع مش جديد بوابطين قديم لأن الفكرة ترفع من القرن الماضي ولكن تم تبنيها من الأمم المتحدة حديثة من سنة 2015 وتم إطلاق هذا الغم علشان نقدر نوفر زي المعينة الدورة ومعينة الأرضاحة نوفر اللي جيد واللي بعد الحياة أكثر يعني تكون أفضل بيهم ونقدر نوفر لهم بعض الأمور المتعلقة بين المصول بتاعتها ليقدر يوفرهم حياة جديدة. الحقيقة إن الصناعات الثقافية بيها جوانب عدة. بيها جانب اجتماعي. بيها جانب ثقافي. بيها جانب اجتماعي. فزي ما ابن محمد تفضل وقال تشكيل الهوية آآ في الشعب المصري. والشعور الأخرى وتأثرها بالثقافة المصرية هو أمر في مدها الأهمية. والصناعات الثقافية لها بتانى عدود كديد جدا في هذا. ايضا المرضود بالاقتصاد والصناعات الثقافية أصبحت من الصناعات الأكثر والأكثر محاول بتدير دخل على الدول. فالحالة ما نجي تقول إن مثلا في التجربة الكورية الصناعات الثقافية حققت لها خمستاشر مليار دولار خلال عام ٢٢. ووزارة الثقافة الكورية بتحضر خطة عشان تقدر تحضر خمسة وعشرين مليار دولار بحلول عام ٢٠٢. الامر اختلف عن خمسامات يكون المفتكر. ومنعتقد إن الصناعات الثقافية هو أمر يعني مكملة. لما نيجي للكالكورية الصين بيتحقق ٦٠ مليار دولار مرضود اقتصادي ومالي للدولة الصينية من الصناعات الثقافية أو ليه كلها تقارير دولئين قدر نوصل بها. هذا الأمر يبلغ من أهمية إن احنا نركز معانا. لما يشكل ٦ و ١٨ من إجمال الدخل بتاع الدولة هو أمر لافت للنظر. الأمر لم يعد زي سابق إن احنا بنعتقد إن صناعات الثقافية التواصلة على الحرف الإدوية أو السينما والإذاعة والموسيقى فقط. الأمر التدخل فيه ما أبعد من ذلك. حين فيه مثلا معاني الطورة وفيه المسلسة اللي بيعرض أو المسلسة اللي بيعرض في كوريا تم تعمل اللعب الفيديو كين؟ الفيديو كين؟ تلات أطفال بهم يطلقوا اللعب يدياً في شكل العاجل. إذاً تده يغذر الثقافة من أول الضفل حتى البالغين. فهذا دور الاجتماع. ييجي بقى دور الملكان فكريه لإن إحنا نتكلم عنه. دور الملكان فكريه فيه ما يدعب به الصناعات الثقافية. الحقيقة إن الملكان فكريه بتخش في كل المحاول المتعلقة بالجوانب المتعلقة بصناعات الثقافية. ولكن هنا نتكلم على جزء جزء المدخلات وجزء المخرجات. المدخلات المتعلقة بالصناعات الثقافية ايه اللي بيستخدم عشان يطلع لنا منتج زقافة مختلفة. وايه اللي بيخلق من هذا المنتج ممكن ان احنا نستغله ويتم حماك من خلال آليات حقوق الملكية الفكرية. الحقيقة ان الملكية الفكرية ديها قسمين رئيسيين. هي الملكية الصناعية والملكية الأدبية والفردية. الملكية الصناعية تتعالج بيه ملقات الاختراع. اه نمازج المنفع. الرسوم ونمازج الصناعية. العلامات التجارية. التصميمات الصناعية. اصناف المباتية. كل هذه الامور تدخل تحت قصر الاول الملكية الصناعية. ايضا عندنا الملكية الادبية والفردية. لها محورين رئيسيين. وهي حق المؤلف والحقوق المدورة. ويأتي معها التراث الثقافي الهيلي الملكية. الحقيقة ان اه اه كل المدخلات اعتقد انها هكون مرتكزة على الملكية الادبية والفردية. فازاي ان انا اقدر استهل هذه الحقوق. بشكل لا يمثل اعتداء على الحقوق الغير. علشان اقدر اطلع بمنتجين. واقدر احصل على حماية ايضا عليها. اذا احنا لدي صدق من الكلمة عن الملكية الادبية والفردية. عندنا مصنفات لا تتال. اه اه في مدة الحماية. لان مدة الحماية في القانون المصري هي دول حياة المهلف وخمسين سنة بعد وفادي. فعندنا مصنفات لا تتالي. في مدة الحماية. عندنا مصنفات انتهت مدة حمايتها. اللي هي مصنفات الملك العام. وعندنا المنتجات او الاعمال او الامور المتعلقة بين فراس الثقافي غير المد. هدي الامور في منتهى الاعمال. ولا اه اه مكانة كبرى في مجال السنوات الفقافية. لو انا دلوقتي هيخد مصنفات لا تزال في مدة الحماية. ازاي ان انا اقدر استغل المصنف لا يزال في مدة الحماية. ان انا ارجع الى الشخص صاحب هذا المصنف استفضل منه ترخيص باستقلاب علشان اقدر ان انا استغل هذا المصنف في المصنفات الجديدة اللي انا عايز اعملها. طب لو سقط في الملك عن او مصنفات او اعمال اطرار ثقافي غير المدى. بيأتي هنا دول حتى الان يفضل القانون المصح حكومة الكرة الفكرية رقمتين متابعة في المتين بيأتي دول وزارة الثقافة. وزارة الثقافة هي لها اليد في مباشرة الحكوم الادبية والمالية. الحقول الادبية بتعلق الشخص المؤلف او هنا بنتكلم لو بنتكلم عن طرار ثقافي غير المدى اصحاب الدراط. فدول وزارة ثقافة بيأتي في النهاية اللي تصدر ترخيص بالاستقلال. فتقول والله حضرتك عايز تعمل تستغل هذا الامر. ديك انك تاخد ترخيص بمقابل محدد وفقا لللاحة اللاحة الجزالة القانونة. بعد كده اقدر انا اعمل المنتج اللي انا عايزه وطلع منتج جديد له حماية وفقا لاليات الملكات فكرية. سواء كان بقى بالكاة صنعية لانه ممكن يمثل طراءات اختراع. من الممكن يمثل نموذج من الممكن يحصل على علامة تجارية. فاللوجو بتاع الشركة او اسم بتاع الشركة مسجل مسجل على علامة تجارية. ايضا من الممكن من المخرجات قد يتفضل مع معاية الدرطار من التكالب قبل عضل النذوة. فميقول ان في المخرجات قد تمثل تصميمات سمعاية. وقد تمثل اكثر من نزام قانوني مع بعض. كل هذين مخرجات من الممكن نعتهمة. وتحفظ حقوق المالك. وتحفظ حقوق الدولة. اه اعتقد ان احنا لصبت رقم واحد احنا محتاجين نعمل حصر. وتصنيف لمصنفات الملك العالم. والتراث الثقافي غير المدين. اول خطوة هي الحصر والتصنيف. تاني خطوة انت احنا يتم تعمل مراحة. اول مرحلة انا عايفة اه يربوس الاموار. لان اصبحت الوقتي كل الشركات او مؤثر الشركات في العالم. لم يعني بعدت عن فكرة ان انا اعمل نصمة. او اعمل اه مؤسسة علشان هبتدي اعمل صناعة عقيدة. البتلك الى الصناعات الالتاعية. والصناعات الثقافية. تقول لها لك انا اخد حاجات مرهودة وابتدي اعيد تشكيلها وتطلع بمقدارات ومقدارات جديدة وتمثل عائد كبير بالتأمير. فاعتقد الخطوة الاولى هي حصر. هي ان المصنفات التي سقطت في الملك العام. حصر في اه اعمال التراف التطافي المادي. او تراف الحي كما اطلب عليها اه جفقة للاخر اه تحديثات في هذا المصطلح. اه برقب واحد حصر. رقب دل التصميم. اعتقد الى الصورة الثقافية هي التصوير. احنا عندنا تراف كبير جدا. وعندنا امكانات كبيرة جدا. ولكن ما عندناش التصوير دا موجة نظر. محتاجين احنا بنسوى ان الكمور دا زي ما تقول تقدر يتفضل ووضع. مزارة الخارجية تكون دورها. مزارة الصقافة تكون دورها. مزارة الاعلام تكون دورها. ان هي توضح علشان نقدر من احنا نبكى على النقطة حول ان هي خاطص. دور الصناعات الثقافية اجتماعيا وثقافيا وقتصادية. شكرا كذلك والحرارات وهي سيكون مكافة. شكرا جزيا دكتور احضان غريقة. مضافية. يعني هات خلينا نسيل كسير من الاسئلة. وبالفعل الأمر اللي هتطلق تضافه جهات متعددة ولكن أنا أعتقد عملية الحصر والمسنين قد بدأت بالفعل لبعض المنتجات التروسية ولكن عملية التنسيق والحركة الشرطة اللي هتساعد في تفعيل الهماية والاستفادة منها المؤتد أهم بقى عشان الدائرة تكتمل ما عايزين فلوس بقى عملنا تجارب والإعلام إن شاء الله سيستهل فيعني كيفا للصناعة الصقافية أن تكون محركة للموقع الاقتصادي في مصر أو في الدول لها نفس طابع أو نفس الظروف الاقتصادية دكتور عصران هيتفضل أكسر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم طبعا الموضوع على الصقافية والكلمان المستدامة لأهم الموضوعات المطروحة على السحف العالمية يمكن لهم يأخذ بوعد مهمة جدا للموضوع حمالي سطرة وعمالي الدراسة أهمت بوعد أعلى من ديكت الموضوع اللي كانت في كرية جمان استخدت الموضوع أكسر استردني أبدأ للدول المروحة لتحولي عني صناعة الصقافية يمكن زي ما بتنظار الداخل الروم وعندما تفتح الصقافة التي تتحدث معها الأعالمية من أحكم كيف كرية معها الصقافة المردية أو الصقافة المردية طبعا السياسية والصالب دايما تكون الصقافة طوال معها وقوة نظر بشمعناها دهي بكيش رضاة بالنحس دهي بكيب رضاة نظر بكيب رضاة طبعا صحيحة في صعات الصقافية وعندما تفتح الصقافة بدأ الدخل بتحل عشر من ديكت الموضوع وقوة نظر دي دور دخلت عميش وقوة دفعا من الها زبنات ومصلا كان البابون عدها أوقع فيها زبنات موضوعين كبير كاميران السبيل عن نفكول رسول عبد الله كانت مكلمة عادة صعات الصقافية في السين وعمريكا وقوة نالي في أمريكا بس لقوع في مثل صعات الصقافية ناك في الدخلات ديكت مالية وهم بدخلوا بسناعة الصقافية بدخلوا السينما والمصر وبدخلوا كبان السياحة العيمة على مصرات الصقافية تدخلها 356 مليار دولار هلقى السين مسلا على سبيل المسال دخلها بإدمالي حوالي خمسمية خمس وسبعين لليار دولار نرقل ضخم جداً، المصر السينما بس بدخل ستة وتمتين لليار دولار هنيج مسلاً دولة خلية فرنسا، هلقى المتحة في اللوفر بوري في الدخل ستة في المية من نتج إدمالي لفرنسا هلتلاقي أن السرعات سفرين دخل ببعه وارمائين لليار دولار درقاً ضخم جداً، هل مصر مجددش بحيدة عن جدا؟ هل اقتصاد المصر مكان شواله؟ يمكن بقيت الحملة الفنانسية عاملت توصيق الدراس المصري بالحالة الكتماعية في كتاب وصف مصر وجينا عندي كده بدأنا تشكل ان اقتصاد المصري حقيل إيه؟ وجود أول اقتصاد المصري طاعد حرب بدأه بانك مصر يمكن طاعد حرب ممكن بعروف ومخطط تحرير الوقت في كتاب وصف مصر لكن ما جاءت، قدار الاقتصاد، قدار التمويل، وجد إني حماية الدراس وإني في حاجة ضرورية مطلوبة إي حماية الهوية المصرية الوطنية وفي نفس الوقت وجدت ده بحاجة المركز الاختصادي فبدأ يعمل إيه؟ يموّل هذه الصناعة فرانشة فيديو مصر بدأ يلدي أفلام السينما، بدأ يلدي أغاني وقوق السوق وكان هنا هدفه بحياء اللغة العربية وأحياء الدراس العرب القصير والكلمات وكتزيم الشعور وكتزيم الأداب العامة والخلاء العامة للناس إن تسمعوا شاير عربية بسوق تجيء عامة الكبير، هل تحصل بداخل؟ نجيت تلك؟ في إسراءات صرافية؟ كمان في مرض أكبر اللي هو التأثير اللهمة سينما مصرية لأصر من التأثير كبير في الوطن العربي إن نقل اللهمة الوطن وطني محبوبة ليه؟ هو ليه السوق اللي بتاعنا في العرب عربية؟ إن هنا سنما في الأصل، اللي وجينا نقون حتى السينما هي أساس اللي صنعت هذه البصر ومن السنة بدأت تظهر فرود كتيرة يمكن احنا في فترة ما كلم عندنا السنة ما بتوسل الدخل الداني لمصر بعد وقت من فترة الدرمعينات فقط أخرى وده تبع رفع كثير معرفيش نوصل الداني يمكن السنة ما في العالم بتعبودة من السنة الأمريكية السنة الأمريكية السنة الصينية دخلت في الموضوع الهندية دخلت بعدينا يعني احنا منا صباقين مصر في هذه الصناعة صناعة السنة بتحيص صناعات كتيرة حمي فكرة التعبودات الأمريكية متوبة على صناعات صغيرة كل صناعات ثقافية اللي ايمن صناعات ذا بتتكلم عن خارج خليل والصناعات الداعية دي دي اللي اهدامنا بيها مكيفسا ومعاملتها إيران ومعاملتها أولوكية اشتغلت على السنة بتاعت عليها دور كتير جدا اللي هي ممكن تتعملت كمشروعات صغيرة دولها بسيط نتيجها كبير تسويق السعاد فكرة التوميد والتسويق ومع فكتين اللي مسيطرين في الاختصار فكرة التوميد لو احنا بداها نشكل عن المشروعات الصغيرة والإبداعية طيب لها بسيط وهم لها بحضور مشروعات ممكن شعر محصد المقابل تطارق ممكن بعض الأفكار اللي بسيطة كده نبدو حاجات بسيطة لكن فكرة التسويق التسويق اهنا بحتاج جودة بحتاج السنة حتقول لي عن بودة اللي هي معيين تحتاج المحكرة تسكل في الملكية الفكرية عشان تبالها تصولها احمال عشان نقدر نصدرها لأسف احنا دايماً بناعتبت على الدولة فكرة تسويق المشكلة الاساسية للصناعات والصفافة الانتاعية المصرية ان احنا بعد السنينات بدأ من الدول السينما بدأ العمل السينما حصل ايه؟ بدأ تطع في السينما بدأ تطع في السينما بدأت التميجال بكاشر في السنة طابعة افلام بعد كده فيه الحمد لله الدنيا بدأ تدرك عدوان لماذا؟ الدولة المفروض هنا في دخولها عندما يكون فيه ازم ده دفع هذه الازمة للحامد لكن السوق المفروض عادوا طلبة عادوا الطلبة تبنى على الدولة ببنى على الفطاعة الخاص تشويق الفطاعة الخاص هو ده يعني انا الفكر من دلوقتي فيه حزب الاوليين شكل التعقص يتجه نصحات التعين والإنتاج ونحاول نعمله معك الفئال بحيث نقدر نسهله في هذا بقى فكر مثل الالب كمطاري اللي فيه حاجات كتير كتير كتا مادهنا في التراس زي فكر ان كان فيه حالة فاصولة اسمها وماشي اللي هو العقص والسعين قال поِáticas وماشي اللي في تهиль وكان محتمل فكر للتراس كان جدا فكر التعليم مثلا وكيفية تسجينت الاسرايلي عم انتجل تسجلني او سجلتها عنواظر كان دائما ليكاليني في الهجوم دي زي نحنا مسجلناش ما هنبلغ من التراثي نجيف جروز فالنهاردة في حاجات بسيطة جدا لو دهنا رحية هتجد دخل ضخمة جدا لمصر لان ليه بقى دخل مصر انت عندك هنا مقاومات سياحية كبيرة جدا عندك أسرار ضخمة جدا متنتع الأسرار العرب عندك في المصر نفوض السياحة هتجيلك منعنا زيك من كيس سياحة هتاخد من التراث ده وقدر تعمل تسجيل تقدر تعمل متاج أكبر لما في طرف لأنني هعمل التاج لما فيه تصدير لن يساهم في نتيب ما القبض ثم كمان بيساهم في عميط البطارق وعا فيه المشارات الصغيرة دي المشارات الدراس دي ده ده كمان وقدرش يستغنى عنها لو يأخدش من مكن بالعكس حد لو يكدي مكن عاوزي جيد المهرة المدرب طبعا هنرجع للأصل اللي هو المطورة ضارق التعليم لانه ده أصل المشكلة الأساسية لأنه إحنا عندنا مشكلة في الابداع في النصر أن كله يستغنى يعني يتعلم من خبرت الآخر ليه أبن ما حاجش يتعلم فالله هو تعلم إن هو أحد ضعيف في المستوى بيطلع ضعيف وكذا المستوى بينزي لأنه مفيش مراسسات تعلم الحرف والمهن والحاجات اللي فيها ده تقلم منها حتى ما تتكلم عالشائر والأدب والحاجات دي برطه يجيب فلوسها لا تجيبش يعني طبعا ملاشر مثلا في أمريكا أنا بتكلم بيجيبها بيجيب يعني معادي مثلا سبعين بليار شخص بتكلم فرقبتها طب الابداع ده إزاي تعلم الناس الشرع صح والجدب صح طب فين المدارس الشعرية والمدارس الأنابياء اللي ينخوا بيها ده لاخد فيها سنة أو سنتين يتعلم دي نقطة نقطة لانده لازم تصار إذا الموضوع مش بالاختصاد هنا بيجي تكمل لكن هي منظومة زي بات طبطان قسمة عام كله لازم التعليم لازم الثقافة لازم مع المعكاين فكريين مع وزارة الصناعة مع المشاعات الصغيرة مع دويل المنوخ المسيطين اللي تقوموا بمشاعات الصغيرة زي ما عمل في طلعة الحرب وعندين هتقدر بيستفيد منها ثم وعند زي بك عندنا فكرة التسويق عندين هتجارة معالمية بيستفيد منها السين نهرب ده مكانش عندها صادراتها الثقافية كانت كلام فقط مهارده مكانت صادراتها 875 مليار دولار طب إزاي السينما اللي احنا كنا سبجين مكانش السين عندها سينما انطبس عندنا اللي كنا ناحنا في السين كلام Makadina التناقب Sultan طب احنا لو سينت كنتين مليار بدلار نilage مش هتحلم مش هكlying انك كتير عبدين مش هتكون لك قطس الدولاد ودواننا الدولاد دي هتنزل بصعال الدولار على الأقل احنا كل الان بيتكلم في الدولار 12 من 20 مليان دولار لو سنة جمتكنا 36 مصر حال المشكلة قطاع واحد انا بتكلم عن قطاع واحد في الصناعات الثقافية قطاع واحد صويه لو ايه السنة اذا يبقى الصناعات الثقافية دي بهمة جدا لمصر بو قد تنقذ مصر شوف تخيل كلام ان احنا بقولك الصقافة دي كلام يعني تسمع عن الصقافة دي وبتاعك الصقافة دي مهم ان دي اتخذ القصادر مصر بو قد تحل مشاكل صادر مصر كل ايه بتطاع واحد شوف تقولك الصناع الصناعه يعني حاجات كبيرة وقابلها بالعبسة الصناعات الصقافية فقط لا بيه اشتغل عليها هتحل مشكلة عشان كده انا الفاكب كان دايما تجلسات مع الدكتور احمد قوصات مطلع عليه مهموم جدا بفكرة الناس النهاردة عندنا صواحات كتيرة مش موصفة مش هنقول لها بالكلية فكرية الدول بيتسطل وتفولها وتسكلها دي احنا بعد كده نصنح قابلنا مشاكل عندنا دعوة قضائية لان حاجات دي بسمنا يمكن تروح بالكورسي ارجوه يعني في التعقيب اتكلمنا كمعا عن تجربة اسبانيا اللي كان حكيها لي وزي اللي كل الحاجة لها بصمة بصمة قولنا حاجة في اسبانيا بيان لها بصمة كده بصف مصر العرب الفنسية كان عامل كده لو احنا بدأ ده نعمل النوضوع ده بتاع اسبانيا هيفرق معانا كتير انا بشتركوا وطبعا تساعد ندا في هذه الندوة الجميلة والشريقة وساعد من زملاء تتكمنوا وأربطنا عبر كورسي تتكمن اربطنا عرفين من اسباني اربط الاسمين ده نافذ شكرا جزيل الشكر لحضرتك وفي الفعل وحضرتك ساحح لي الافتصال بيتطلق ان يكون هناك ثقة ولك يكون هناك ثقة بابد من ممودة استراتيجية واضحة لكالاستفادة من الارث والقراث والمنتغ الثقافي او الصناعات الثقافية المنصرية بالحقيقة فيه دولة من كيفزة المحركة تحولت إلى مركز منها الطالية على سبيل المثال اسبانيا حتى الدولة التي تفتقر إلى منتغ ثقافي ابتدت تخترع لها منتجات ثقافية والشياء البسيطة قد نتغافر عنها أصبح لها معادة مالتي كبير جدا 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 كما تفضل الدكتور رسوان وقال مثلا في تجربة الإسبانية صناعة الجبل إنها مش مشهورة في إسبانيا وأكثر شهرة في فرنسا إنما الطرق التقليدية يبدو يبيعوا طرق التقليدية لصناعة الجبل ويخرج لزيارة المناطق في مواسم صناعة الجبل كنتده هذه القرى اللي بمساهم طريقة محلية دي صناعة نوع من أنواع الغزاق أصبح لها طلب للزيارة مش لشراء الجبلة لا بالبقاء أثناء عملية صناعة الجبلة الغزاق لأن في ناس كتير يعني ما عندهاش بتشتري الجبلة من السوبر من السوبر ماركيت مش عارف الجبلة دي بتفعيل إزاي أو بقى فيه شغف إن أنا أعرف إزاي أصنع المنتج المنتج ده إنما الحقيقة هناك يعني بداية التساؤلات للمنصة فهنبدأ بالترتيب زي ما بدأنا ما هترك يعني هي بالسادة نقول حتى عنه أي دخلة أو أي سؤال فنسعد بيا الحقيقة أنا أعرف يعني كالنفسي أسمع عن يعني الأليات اللي ممكن أن يتعاون بيها بطاعة الألانة وفي مساعدة أو في ترسيخ القيم اللي تحافظ على هذا المنتج وتعطيله قيمة لدى الناس أولاً أولاً لما بنتكلم على الثقافة بنتكلم عن من هنا يعني إحنا الثقافة هو الشيء اللي أنا عايزة عايزة أو بشكل اللي نتاخد كأنه الفيكة يعني ده شيء بديه واستدبته منتواجد منها ثبت إنه مش عقيمة بدليل إنه بقى فيه فتاح شديد من المرصات ومن كل الأشياء اللي حالياً من يعني خصوصاً الإعلامي الإلكتروني اللي قد إلى إنه المتاح أصبح ملوش قدود وفي فئة عمرية في متاحة الخطورة لأنه أنت ما عندكش اللي تقدر تقيس بيه وتقارب بيه يعني في زمانها أنا يعني موجودة في التمديدات من القرن الماضي الحقيقة كان كل اللي أنا بقدر يعني فيه تجارب فيه ثقافات بقدر أقارب بيها إنما الجيل ده أو الجيل القادم مفيش ده فمن هنا التنمية المستدامة أصبحت حتمية إن الثقافات دي تبقى مرصخة بشكل محبب للشباب وما فيش شكل محبب للشباب أكثر من القوى النعمة على رأسها السنمة أو هذا ما أبدعه لأن السنمة أنا بتوسق الأشياء بشكل إيجابي حتى الأشياء اللي هي مصيرة للجدر أو اللي هي ممكن تكون مش مفروض نتكلم فيها وما أكثر القضايا اللي فعلا نتحلت بطريقة ذا فلما بنتكلم على إزاي الثقافة نقدر نرسقها هنا من ما لا شك فيه محتاجين بكل كوان المدار كل كوان المدار الإعلان بصفة عامة في العالم ومصفة نصفة مصر بيواجه تحديات غير مصنوقة بالخبر المشدقيق والمعلومة العالمية بالفاك نيوز والتقنية العالية جداً اللي انت دلوقتي ممكن تبقى الخبر الكاذب معروض بشكل في المنتهى المهنية وما يفيش أي شك فيه انك تبقى شك فيه إنما فمنظومة الإعلان بصفة عامة محتاجة يعاجل صفة الشعب فيها لأن كلنا الحقيقة بيشعر فيه نصف فيه ومين الجهة اللي نصف فيها الإعلان أصبح واضح تماماً إن كل إعلان في كل دولة لي أجداد الأجداد أصبحت شيء متقبل إنما أجداد لإيه؟ أجداد لإصارة الجدل ولا أجداد لإصارة البلبلة والأخبار الكاذبة والفتن والكراهية والاختلافات ولا أجداد للتنبية والإحساس بالاندماء والإحساس بالمواطنة وكل ما هو إيجابي أنا ما عنديش ماشية للفرس إنما فيه أجندة زي الأجندة اللي كانوا عاملينها في البيت لأنه في الآخر الأجندة إنهم بيحاولوا ينقلبونها أكثر بيس نفس الفكرة الأجندة الإعلامية أصبحت مع الأسف في الزمن الحقيقي ده متاحة وده دور الإعلام إنه يساعد الثقافة ما بقاش شيء إيجاج أو الحقيقي أو ما بقاش بسهل زي الأول ويعملان الدولة محتاج يعني محتاج حقيقي شغل كتير جدا 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 عشان إيجابي الكمبيتشن الرقيب اللي موجود في العالم وفي نفس الوقت الصناعة نركع صناعة السنة الصناعة السنة محتاجة داع الدولة الدولة مسؤولة مش ما تدعم المادية الدولة مسؤولة إن يبقى فيه ريادة سياسية حقيقية بهمية هذا المجال في إنه أنا بتدعم إنه ممكن يحل كل مشاكلة المادية والاقتصادية بشكل كبير جدا 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 لما يبقى فيه اهتمام جاد بالإرتقاء بكل كوادر أو كل ما هو في أو عناصر الفيلم عناصر الفيلم تسهيل التصوير في الشوارع تسهيل ملع المحديات من إنه كل حد بيحطة ز행 في نفس المكان نفس الشىعة بس مختلف من كل مكان ومبلغة شديدة آآآآآآ. برضو آآ أي في فی آآآ آآآapatشيات كتيرة جدا بكل بقى 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 ما هو إن نحب طرحها لأ إحنا عايزين على أن نطرحها لأنتم طرحها هو لهم لا ها جيب الإيجابيات لما أقرح بقى إي اهük WatANG لما كان من من two decades ago كده كان ممنوع تتكلم عني. مفيش حاجة اسمها كان كأنك بتتكلم في شيء بمتعب خطونا. برضو باختلاف القراءة بما يخص مثلا الاديان. يعني انا دلوقتي حد الاديان هي التفسيرات. لما يبقى حد عظيم وفوق راسي. انما انا النوع ده من التفسير انا افضل التفسير ده عن التفسير ده زي المزيد. ده مش معناه ان انا بزلي انا ليه الحق ان اقول رأيي لانه الاراق بتختلف. انما ده مش ده مش مناثة ده مش قراءة. ده مش مش حديث دلوي. احنا بنؤمن به. ده شيء الحقيقة برضو لازم نكون فيه الاحساس بانه هزا الانغلاق بالاراق. وهزا الانغلاق. ليش التسيب التساهم. فعدم دعم الدور. بجدية. التسهيلات. حد في القوانين. فيه قوانين تضرب. يعني فيه قانون بيقول الملكية الفكرية. وفيه قانون نفسه بيقول انه لما عند مثلا المنتج او الموزع او حيبقى مالك للعمل ده. الله تمامه لا. لان المسطور بيقول والقوانين بتقول انه لا صاحب بالعمل هو. انا لو قلت موسيقى دي ملكية الفكرية انا. فلما يجي قانون تاني يقول لا ده مش هتبقى ملكية الفكرية تحت مملك مختلفة. ده شيء برضو محتاج تغييرات. في انه تقدر تغيرها زيارة. فهنا الصناعة الحقيقة وقعة مميل المشكلتين. المشكلة اللي قولت انه من ناحية من ناحية المحتوى هي تحت وزارة الصناعة. بالكل طبعا المرقابة بكل الاشياء اللي احنا الحقيقة برضو نحب جدا نبقى على دراية ديها عشان نقدر ننمي الهوية عشان نقدر نوضح انه لما يعني لدون زيارة السينية بيبقى في اعلان موجع من شخص عشان البعد عن الادمان مسلا وشخص تاني نفس الاعلان ونلاقي الشخص ده اعلم الشخص ده ده هنا فيه مشكلة لانه ده معناه انه بقينا بقينا احنا كشعب بنبص على اشياء ما كانتش صفتنا. ما كانتش فيه النوع ده من السابينات اللي اصبحت ديجاليات. اللي اصبحت شيء روش. فالمعلم لما يطلع المعلم عبارة عن مكان شخص فيه تانياء وتانياء تضحك يعني قبل انشراح عظيمة. وتضحك جدا. انما قبل انشراح دي بتتارياء على مدرسين. فبقى فيه كمان لو احنا متمين بالتعديد. يعني بالتهمين. متمين بالتخطيص. يعني بالتهمين بالسينما. متمين بكل ما زي واحدة التالي قلت مرياشي. مرياشي بس استعادة السينما. فيه صراعات تانية كتير. والصراعاتي بتفضيلهم. احنا كنا عايشين بتصدير صراعات السينما. دلوقتي بقى فيه كم هائل من بقى فيه كمتشن عادي جدا. وده شي ايجابي. انما في نفس الوقت ده ده واضح حكمية ان احنا بنشع الساحة بس. وان احنا بقينا في محق ان شخصنا. الصناعة دي محتاجة دعم كان. مش دعم. الدولة عليها عبادة كفاية عليه. انما الدعم بانها تساهل كل ما هو يرتقي بنزيل صراعات. من 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 ناحية من ناحية المحتوى. والجزء اللي يقع بقى فيه ان حد الصراعات. ان صناعة السينما ملهاش اي دعم بالصراعات الاخرى. لها طبيعة مختصة. ما نينفعش بتحط بنفس اللي انا بمي فيها. شجوع معينة. عشان تصوير فيلم هي نفس الشريحة اللي اللي بعمل فيها بصلا حديد وصوله. فدي ده شيء مهم جدا جدا انه ليبقى وأساسات الدولة فهمة ان هذا يعني ان السينما ونبقوا النعمة صفحة عامة بيها طبيعة مختصة. عشان تبقى الصفحة على الدولة. شكرا جزيلا لحمدتك. وفعلا يعني نخص في هذا الموضوع لها من فترات انها يعني ممكن اسميها فترات توفيق الله او فترات انتقالية. لان العالم بيطرير بغطيرة سريعة عميدة جدا. وبالتالي مش كل الشعور وحالة انها تمشي على نفس الخطة اللي سرائدنا فيها دول تانية. وبالتالي من الضروري زي ما قمنا بكلمة فيه استراتيجية وان الدولة تبقى حضرة. لان العملية المنظمية في الفترات الانتقالية او في الفترات توفيق الله لابد ان يكون لها حاكم معين احتفاظ الاليات. وحنا دولنا ان احنا نشارك ونساعد في ان دولنا تكون بدورها خلال الفترات اللي احنا بنتكلم عنها. انا الحقيقة التجارب يعني احشى من احشان ان عملية تحييئة المنتج السوصة من المنتجات التراثية اللي انتاجها انتاجات الشروف عبر السناولات مويلة كلها مصيفة. فهل تهيئة هل المنتج لصورة هيأثر على خصوصيته على ولا هنقدر نحفظ نقدر ان احنا نقوم بالدولة دون احنا نشارك مجرد طفل بالموضوع النات والعينجيونت ودبها حاجات أساس وكلام ذلك كده طبعا مع المحافظة على الغابة هنا وفي نفس الوقت المحافظة على البعد الخاص بالإيكو فرين لصدارة البيئة والتعامل مع المنتجات دي كمنتجات صديقة للبيئة بدون أي معالجات تتطلب بالنهاية تشوى منها في التسليم بتاعها فده يعني أعتقد ده حاجة المهمة بس أناس كنت ألهم بس الدكتورة حاجة في الجوزة بتاع السليمان لأنه دايما كنت حواراتي مع الدكتور عمد وأستاذنا الدكتور صفر جمال ودكتور أسعى النديم كان حواراتنا دايما كانت منصطة على حاجة لماذا الثقافة الصينية ثقافة ممتدة ولماذا انقطع للثقافة المصرية عند نقطة معينة وده طبعا دي كان دكتور عمد دايما يقول لي متعلمش عليها المواهجة تمام؟ أه كوزير خلي الزكاة بالهم المحقوبة لا أيوة بالزابة جدا دكتور عمد مثلا عايزة قال في النظر لحاجة أنه كان فيه هوليول لما طلعك وكان فيه مصر كان منافس شديد جدا في منتجة المدرك في الشرق الأوسط وبقى فيه هوليول بعد كده في الهنس وبقى فيه للوقتي وزيرزاب في المغرب بتكتازب كل الحاجات اللي بتتتصور هناك لدرجة أن هم عملوا نماذج كاملة من معادة فرعونية موجودة هناك كل الأفلام اللي بتتصور هناك يعني أنا دي دعوة أن نقدلنا مدينة للسينما على مستوى عيلي يوهلنا لأن إحنا نرجع نرجع الصناعة دي تاني وفينا قومت في سعودية؟ طبعا سعودية خلاص أنا دوقت وكده يعني يعني طبعا ده درد على دكتور محمد في الموضوع اللي هو الخاص بالإدانتي وهنشوفه بل المعارض شكرا جزيلا دكتور بارك دكتور عبدالله الحقيقة إحنا إحنا ليه بس إحنا ليه بنلكت إلى جهات اللي نبينة للتسجيل على الصناعة؟ ليه إحنا ما عندناش مؤسسة نسكن إحنا فيها في العماصر وقد تكون هذه المؤسسة هي المحرك دي نفاذ إلى المؤسسات العالمية حفاظا على المنتج وأيضا يكون فرصة أن حنسرع في عملية التسجيل هل ده مطروح أو ممكن أو يعني فيه فيه مسيلة لنا نحن نقدر بحقها ده؟ سؤال itzer بيه جانبين الجانب الأول مطالقة بطلقة في طرف عرض المدينة وفيه جانب الأخر مطالقة بيه مطالقة بيه الصناعة الثقافية وصناعة الثالثة فيما يخص المسال المطالقة بيه طرقة عرض المدينة في الدفاقير للهولية لكل لياتي من منصف وحالك في مجمول مصر كبير بيقدمه ااه في تسجيل العناصر اولى باول وفي لبنة وطنية بتقوم بدور كبير جدا وتابعا في الساسم الدكتور احمد علي مصري كان دورها عظيم حقيقة في تسجيل عناصر كثير من العناصرمي تبع تسجيلها باسمه مصر وفيه عناصر جديد يعني اخرى تستحق التسجيل اعتقد ن Pierdoelへذا ليتعلق بيه بلاك اللي بتقوم بالدور ده. النقطة التالية متعلقة بيه المخدوط. متعلقة بيه اه من صناعات الصناعات. وفي احنا عندنا حماية 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 وطنية. وعندنا احنا نتكلم بيه انا لازم انجاب التسجيل الدولي او المشاكل. الحقيقة ان في البداية احنا نسجل وطن. يعني انا عندي العلامة التجارية بتاعت الشركة بقدر اسجلها من خلال متى التسجيل العلامات التجارية بتابع الوزارة التمييد حتى الان. والحقيقة ان احنا اتصادت او تم انشاء الجهاز بمصر الملكال فكرية وهي جمع شدات الملكال فكرية. انا كنا علشان اي مستثنى عايز يدخص لصناعاته في مصر فلو عنده براءة اصدراع يروح لأكلمة البحث العلمي. مكتب المعارات لا اصدراع يسجد البراءة. لو عنده علامة تجارية ناجد لبصارة التمييد عشان يسجد علامة التجارية. لو عنده نموزة صناعي لاجه لوزارة التمييد. لو عنده اه مصنف حق مؤلف مصنف سليلائي مصنف مصيبة هلجأ دي لك وزارة الاستقافة. لو عنده او عنده برنامج حسب ايدي هلجأ لو وزارة الاتصالات. لو عنده مصنف سمع قصري هلجأ دي لك وزارة الاعلام. فاحنا عندنا تشدد. كان عندنا تشدد. ولكن حقيقة تضافرت انه هو اه تم انشاء جهاز المصر من جلت شبية. هو جهاز موحد. وهي جمع كل اه دينا ع مصر في جهازه هكت. تم انشاء اه دول قانون في سنة الفين درجة عشقين. وحنا دلوقتي بصدر تشكيل جهاز. واعتقد ان ده يكون نقطة ايجابية للضايق في جزء المستثمارات الاستثنائية والبطنين. وتدي ثقة. لان انا مش هاضر ان انا ادوح لوزارة الازامة اه ابرد في وزارة الاعلامة عشان يحديد مصنف سنة جهاز. وبالجاء وصلت بحسن ايجابية عشان يساوي درجة عشان. التشدد ده يخلي المستثمر مفيش سنة انا اروح لي فين. اروح ليينيه. فانشاء الجهاز بإذن الله يؤدي ايه الدور ايجابي جدا. اه واعتقد ان الدور التبعات دي. باهمية دور ملكية الفكرية. بالنسبة لي الصناعات الثقافية. ودورها في ان هي دلوقتي اتحولت لملكية الفكرية من المسألة القانونية لحماية المنتجات او حماية الابتطار او المنتجات دي الى بقاليها تقييم اقتصاد. بتقدر عواقص اقتصادية كبيرة جدا. فبقا يتم تقييمها. فنقدر ان احنا استغلناها بشكل يجابي للغاية في تحقيق مرضوط الاقتصاد. اذا كان على الصناعات الثقافية او على الدورة بشكل كبيرات الابسطة. عندنا بطل اذا هرأت سمخوني بعض الاشكلات المسيطة. عندنا تشكل في القضانين زي ما الدكتورة من التفاضلات. عندنا يعني مثل في مجال السمعات الثقافية. احنا عندنا الشركة بطل الاستثمار في المجالات الثقافية والسلمات. عندنا صندوق التنمية الثقافية. عندنا هي التمويل لحوم التكنيجية والاحتكار. عندنا صندوق لعاية المتاكرين والنواية. هي كل حالة لها اختخصة. ولكن هذا التشكل قد يصد على الباحث او على الصامع او على المنتج او على المستثمر. تتبع هذه القوانين. وتتبع هذه تشعطات. طب مين انجأني فين? اروح لمن عشان تسرجل هذا? اروح لمن عشان اتمنى هذا الابتكار. فالحيق من التوحيد هذه القوانين واشراق الجهاز المصري والكلف الكريا. ووقع توجهات من الدولة بالتركيز على القطاعات بعيدة للدولة. تشوف انا دلوقتي عايز احقق اه ريادة في القطاع معينة. فابتدي اواجه هذه الاستثمارات. وقدي سايما دور اثمان تفضل والاوضع. حوافز ضريبية. حوافز استثمارية. حوافز جملوكية في الدخول والخروج. عشان اقدر ان انا احقق ميزة تلافوسية. تخلي الدول عفوا بالاستثمارات. تلجأت الى الدولة المصرية. ما تلجأش الى دولة اخرى فتحة زراعيها. تقول لهم انت عايزوا مستثمرك. وقابلوا انتوا عايزينوه عندنا. لا. انا بقى اه اه عامل مناخ جادب الاستثمارات. سواء كان من الناحية التشريعية. او من الحوافز الاستثمارية اللي بتداه لمختلف الانشطة ومختلف البطاعات. وعلى بخص الصناعات الثقافية زي ما دكتورنا من فتح وضالت وقالت حال انه عندنا موضوع ثقافي كبير جدا. نقدر نحن نستغيبه مش هنعمل مجهود. الحالة مجهود. دي مجرد حصر. وتصنيف وتصويق. شكرا وستنا المترجم للقناة 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 ايه شوية شوية يقولك ايه البيئة فالنص لا يواقف الصناعات التانية اتلاقي تنافس قاس طماعي موض اغلب العبادة اتلاقي المطالع زالي ايه الحاجة اللي هي دايمة ومستدامة هي صناعات سخورة بتاقي هتقدر بتعمل فيلمي زين بدون بس جيد بدون ممتاج وطصوير وقالفينه وممتاعينه وكهرباء واسيالات ونألور طيب الصناعات السخورة دي مش بيكيب ايرادات الاردات دي بتعمل طالب فعلي طالب بعمل امتاج بتشغل دي ابتو عاد مما نتخيل احنا عدنا فرصة انا شايفها الدول فرصة بالاتحاد الافريقي وانتجارة الهونات في الافريقية عدنا سوق افريقي عربي لو اشتغلنا عليه مص نكفي حان وشتغل مش يقولك اوروبا ولا امريكاتين ولا ناسي ولا ايه فمكلمة عنها اشتغل مصر مصر فيه البدعية عليهم واعمل ضدوا على كده على قبل على قبل اره دو اوقع على قبل اره كنتدخل مصر في المرحلة الاولى عشيب اللي اقضوا في المرحلة الاولى في اول خمس سبين بس يعني لقب رقب كبير باللسبة اللي احنا دفناه بالصدرات اللي اقضى 40 إلى 60 حال المشكلة بالمثال انتجارة بتاعنا بين الصدرات والوالدات فالعشيب اللي اقضوا اشتغلتناها بس على الدول العوية او الدول الافريقية زي ما انت الدكتورة والدكتور لفكرة المكان اللي بيجي يصور فيه في الافريق المجيئة كان سميل لنا في مدة القصصات المستازية بطول محاولة اصعار في الطرق فتاع الجبال بلسبة انتاج الاعمال